بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سعيدة بتجديد اللقاء بكم مرة أخرى حول سلسلة وعضية بعنوان مقامات قلبية لنقف في هذه المحطة مع مقام الرضا نعم مستمعي الأكارم فإن الرضا هو نقيد السخط وكراهية الشيء الرضا هو مقام قلبي إذا تحقق لدى المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإيمان راصخ ونفس مطمئن فإن الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا من لم يدخله في الدنيا لم يتذوقه في الآخرة وحينما نتحدث عن الرضا نتحدث عن مقام أسمى رتبة من الصبر إذ هو السلام الروحي الذي يصل بالعارف إلى حب كل شيء في الوجود حتى أقدار الحياة ومصائبها يراها خيرا ورحمة ويتأملها بعين الرضا فضلا وبركة قال تعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لنتأمل في كلمة حرجا قال الإمام القرطبي في تفسيره أي ضيقا وشكا وقال الإمام الطبري في تفسيره لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيت فهذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه الترمدي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ويقول أيضا في حديث عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه من سعادة بن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة بن آدم تركه استخارة الله تعالى ومن شقاوة بن آدم سخطه بما قضى الله له وأخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثا مرفوعا إلى رسول الله حيث يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام جسد النموذج الأمثل للراضين عن الله تعالى فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم رضني بقضائك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت وكان يقول أيضا اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء فحري بنا إذن أن نحقق الرضا عن الله تعالى فنرضى عنه في أقداره ونرضى عنه في شرائعه وكيف لا؟ ونحن نوقن أن الله هو الرحمن أرحم بعباده من الأم بولدها وكيف لا نرضى ونحن نوقن أن الله هو العليم الذي يعلم ما يصلح للعبد وما يضره والعبد جاهل لا يرى إلا تحت قدميه وكيف لا نرضى ونحن نوقن أن الله هو اللطيف يبتل عباده بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب كيف لا نرضى ونحن نوقن أنه هو الودود الذي يتودد إلى عباده بنعمه التي لا تحصى لكن السؤال المطروح مستمعي الأكارم كيف نحقق الرضا عن الله تعالى؟ كيف يمكننا الوصول إلى هذا المقام القلبي؟ كيف يمكننا الدخول إلى باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومسترح العابدين؟ بكل بساطة نقول نحقق الرضا بالأمور التالية أولا الإيمان بالله ومحبته فهذا عامر بن قيس يقول أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورداني بكل بلية فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت ثانيا الإكتار من ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه قال سبحانه وتعالى في سورة طهاء فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الآية نحقق الرضا كذلك بالرضا بما قسم الله من أرزاق فهذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ويقول أيضا في حديث آخر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فالأرزاق مكفولة إذن والمقادير مضبوطة وما على العبد سوى الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى نحقق الرضا عن الله أيضا بالحرص على رضا الله دون من سواه فالمؤمن هو الذي يحرص على رضا الله ولا يهتم لرضا الناس إلا إذا أمر الله بذلك كما هو الشأن بالنسبة للوالدين فقد قال عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما يتحقق الرضا كذلك بالبعد عن الشكوى حتى لا نشكي الخالق إلى المخلوق وبمصاحبة الراضين والمبشرين وبالنظر إلى من هم أسفل منا وأقل منا نعما لا إلى من هم أعلى منا فهذا أجدر للإقرار والاعتراف بنعم الله تعالى علينا هذا ولا ننسى التعرف على حقيقة الدنيا والتعلق بما عند الله تعالى وبالآخرة كل ذلك كفيل بتحقيق الرضا عن الله تعالى ودوام محبته في القلب في الرخاء والشدة واستواء النعمة والبلية والحمد لله على كل حال فالله نسأل أن يجعلنا من الراضين في الدنيا والآخرة وممن يحرصون على رضاه وحده دون من سواه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته